في خبر آخر دائما في أخبار الكوارث أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس عن إجلاء ألاف الأشخاص بعد ثوران بركان جبل روانغ بجزيرة سولاوسي شمل البلاد ما دفع أيضا إلى إغلاق مطار دولي قريب وإصدار تحذير من تساقط صخور قد يتسبب في حدوث أمواج مدعاتية تشبه صنامي وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أوضحت في بيان لها أنه تم إجلاء نحو 11 ألف شخص من المنطقة القريبة من البركان